أهلا بكم من جديد نلتقي مع مراسل أكستر نيوز في الخارج وينضم إلينا من مارسيليا خالد شقير مراسل أكستر نيوز في فرنسا ومن برلين عربي مرزوق مراسل أكستر نيوز في ألمانيا ومن واشنطن كريم يوسري مراسل أكستر نيوز في الولايات المتحدة أرحب بكم جميعا ونبدأ من فرنسا حيث ترأس رئيس الفرنسي إيمانيويل ماكرون اجتماع مجلس الوزراء في قصر الإليزي لمتابعة تطورات فيروس كورونا وأعلن جابريال تال المتحدث الرسمي للحكومة الفرنسية في مؤتمر صحفي عن تزايد أعداد الإصابات بغرف العناية المركزة كما أكد أن الحكومة يمكن أن تتخذ قرارات أكثر شدة بناء على زيادة الأعداد في المستشفيات وبناء على قرار من المجلس العلمي بنهاية الأسبوع كما أكد على تجديد إجراءات الرقابة على الحدود مع الدول التي يتفش فيها متحور أوميكرون وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا خالد شقير أهلا بك خالد وحدتنا بشكل أكثر تفصيلا عن هذا الاجتماع الذي ترأسه الرئيس الفرنسي إيمانيويل ماكرون فيما يتعلق طبعا بالوضع في كورونا وكما عرفنا أن عدد الإصابات في ازدياد وعدد من يتواجدون في غرف العناية المركزة أيضا هم في ازدياد تحياتي شادي ليك والزملاء العزاء وأيضا لسادة المشاهدين في صباح هذا اليوم وبقصر الإليزيت رأس الرئيس إيمانيويل ماكرون اجتماع لمجلس الوزراء ليقرق جابريال أتال كالمعتاد في مؤتمر صحفي يتحدث عن أهم النقاط التي كانت على جدوى الأعمال هذا الاجتماع أهم النقاط هو الملف الصحي وملف كورونا ومتحور أوميكرون وتحدث جابريال أتال على أنه بالرغم من أن زيادة الأعداد في الإصابات 63 ألف إصابة يوم الأمس شادي ونسبة الإصابات 505 لكل 100 ألف نسمة ومتواجد بالمستشفيات حوالي 15 ألف فرنسي وأيضا متواجد في غرف العناية المركزة أكثر من 14 ألف فرنسي في هذه اللحظة شادي هناك كثير من الأسئلة تم الإجابة عليها من قبل جابريال أتال الذي تحدث على أنه اليوم بدأت تطعيمات للأطفال الصغار وهم من المرضى من أصحاب الأمراض المزمنة وتحدث عن أن عددهم 360 ألف طفل اعتبارا من اليوم واعتبارا من يوم الأثنين سيتم تطعيم حوالي 6 مليون من هذه الفئة العمرية أي من بين 5 سنوات و11 سنة شادي هذه الخطوة اعتبارها جابريال أتال هي خطوة هامة جدا وبصفة خاصة بعد أن جاءت بناء على توصيات من المجلس العلمي الفرنسي وأيضا هيئة الطب للاتحاد الأوروبي تحدث جابريال أتال عن أن هناك اجتماع يمكن أن يعقد في نهاية الأسبوع وذلك لاتخاذ إجراءات أكثر تشددا في حالة زيادة الأعداد نعم ننتظر ونرى أنا بشكرك شكرا جزيلا خالد شقير كنت معنا من فرنسا